الاتصال المباشر مع المجتمع المدني لتسيد البرامج التلموية أولوية جاءت في صلب لقاء وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد مع ممثلي المجتمع المدني بولاية عين صالح من أجل الاستماع للمطالب وشغالة المواطنين لإجاد حلولها والأخذ بالأراء والمقترحات المطروحة نتمنى أن تبرمج هذه الترميمات أو طرقات من إنجاز طرقات من جديد بمعايير عالمية كما تكلم على سيارة الرئيس ما نبقى في السكن الريفي هو لا بد من رفع القيمة لأنها حاليا لا تتماشى مع الارتفاع الفاحش لمواد بناء حاليا السمال الفلاحي هو السبيل الوحيد لإكتشفاء الغذائي لمنطقة عين صالح والبلاد ووضع برنامج خاصة للاستسلاحات والألاف الاكتراج من الأراضي والأبار الغير المساعلة لماذا لا اليوم يكون عندنا الحق في وحدات ولا مصانع ولا ورشات خاصة بالمرأة الريفية خاصة بمن تشتعى المرأة الريفية لما يبقى حبيث المعارض والتظاهرات إنما يروح للسوق للسوق المحلي ولما لا سوق وطني وأوضح الوزير أن ولاية عين صالح بمؤهلتها البشرية والطبيعية بإمكانها خلق فضاءات للثروة واستثمارات واعدة تسخر لها الدولة كل آلية الدعم والمرافقة للوصول إلى رقب الولايات الكبرى بمجرد أنها ارتقت إلى مصف ولايات برزت مواطن القوى تحى يبقى فقط أن نعرف كيف نوجه إذن العمل لخلق الثروة على مستوى آخر يعني مستوى معين من الإنتاج تعلق الأمر بالمثمرين كبار أو متوسطين أو المؤسسة النشئة اهتمام كبير توليه الدولة للولايات المستحدثة من خلال استراتيجية وعدة في تحقيق مساعي تحسين ظروف المواطن بعين صالح